جبهة نصر الارهابية ستحصل على معظم اتلاح المرسل من الغرب ودول المنطقة الى داخل السورية ولفروف يجدد موقف موسكو حول ضرورة مشاركة ايران في المؤتمر الدولي المزمع عقده حول سوريا مواقف ثابتة ومبدئية وحقائق مثبتة حيال العدوان الذي تتعرض له سوريا شددت عليها روسيا على لسان وزير خارجيتها سيريا لفروف الذي اكد ان بلاده لا تشك في ان جبهة النصر الارهابية ستحصل على غالبية الاسلحة الغربية في حال توريدها الى سوريا وفي حديث لقناة روسيا 24 اضاف لفروف ان اختلاف روسيا مع الغرب يتعلق بالطرق تسوية الازمة في سوريا وليس في الاهداف النهائية مؤكدا ان الجميع لا يريدون تكرار السيناريو العراقي في سوريا وجدد لافروف موقف موسكو حول ضرورة مشاركة ايران في المؤتمر الدولي نافيا ان تكون استقالة الحكومة الحالية في سوريا هي الهدف من عقد مؤتمر دولي جديد حول سوريا وقال ان ضرورة الدعوة لعقد هذا المؤتمر ليست للطلب من الحكومة الاستسلام واضاف ان وسائل الاعلام السورية ذكرت ان امريكا والسعودية يرسلون عبر تركيا اعدادا كبيرة من الاسلحة الثقيلة للمسلحين بينها اسلحة خطيرة جدا بالنسبة للطيران المدني وردا على سؤال حول موعد توريد روسيا لمنظومات اس 300 الى سوريا قال لافروف نحن نحترم العقود التي وقعنا عليها ونفي بالتزاماتنا التعاقدية وان العقود المبرمة لم يجري تنفيذها بالكامل لغاية هذا الوقت القيادة السورية اكدت لنا موافقتها على توصيات قمة الثماني واجددت استعدادها للمشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب حول سوريا والدول الغربية ليست متأكدة من انها ستتمكن من اقناع المعارضة بضرورة المشاركة في هذا المؤتمر ميخايل مارجلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي اعرب عن امل بلاده ان يكرس لقاء مجموعة ما يسمى اصدقاء سوريا في الدوحة للتحضير للمؤتمر الدولي المرتقب حول سوريا وشدد على وجهة نظر روسيا فالحفاظ على سوريا بصفتها دولة مستقرة وحجر زاوية للتسوية في الشرق الاوسط اشتركوا في القناة